الزيارة متى اريانا ما تشبه في حتى شيء لزيارة على شارع حبيب بورجيبة والدليل الشيء اللي يتعدى فيه خصوص تدخلات المواطنين في الحبيب بورجيبة كانت العبادة تقول حل البرلمان يا قيس السعيد استفتها تقول ولأنه شارع الحبيب بورجيبة فيه رمزية متى اسقاط الأنظمة واسقاط المنظومات وهذاك على شعبات طول شارع بورجيبة أبار الاستعراض تعال الشعبية واللي هو بكل تجارد نقلوه اليوم فماش واحد ينجم يحبط للشارع خلاف قيس السعيد لا الغنوشي ولا المشيشي ولا غيره وتحترموا لعبات هو الوحيد عنده عمق جماهيري والناس تحترموا ومش نرجع لكلام اللي تقال في اريانا هذا في خصوص زيارة شارع بورجيبة البارح هو نوع آخر هو ديسكور طاع المواطنين اللي يشوفوا اللي الرئيس هو الحل معناها هذية أنا حبيت نتناولها المسألة من ناحية هذية هذية يوريك لديسباريتين البعض من طاع الدستور على الواقع الدستور طاع المواطنين البارح هو طاع نظام رئاسوي التونس يمخوا معدل على الرئيس مش على رئيس حكومة ولا رئيس برلمان ولا أحزاب يعرف بورجيبة يعرف بن علي ويعرف رئيس ما يعرفش هذو ما هذيك علش مثلا كيدي تشوف انت في نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في الرئاسية بعيدة زوز ملايين وسبعمية شاركوا في الانتخابات التشريعية في الانتخابات التشريعية في نظام شبه برلمان وثلاث ملايين وسبعمية شاركوا في الانتخابات الرئاسية في دستور اللي الرئيس فيها صلاحيته محدود زيارة قلت على البرح توري وأنه العباد غير مقتنعة بالمنظومة هذه العباد ما زالت تشوف وأنه الشخص الواحد هو اللي يجيب الحلول مش هالحظبة منتع الناس اللي قاعدة تتعارك